بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد حمادة Assistant Professor of Food Hygiene Department of Food Hygiene Under Control Faculty of Veterinary Medicine University of Sadat City Egypt. أهلا بكم في محضرة جديدة من سلسلة محضرات الميت Hygiene وبنكمل في سلسلة The Judgment of Specific Diseases. وفي The Judgment of Specific Diseases, All the Evidence سواء كانت Antimortem Finding, Postmortem Finding Must Be Taken in Consideration. The Assessments Given in These Lectures of Judgment Being General Guide Only. اليوم إن شاء الله المحضرات الماربع وعشرين Lecture number 24 and under the title of Salmonellosis in Beauvais. كلمة Salmonella كلمة Salmonellosis مهمة جدا بالنسبة للفود animals. فالسلمونيلا في الفود animals. Many animals can harbor salmonella including cattle, horse, big cat, dog, rodents, domestic and wild birds, reptiles, amphibians and fish. كل دول بيبوا الأعراض فيهم asymptomatically. often asymptomatically. and sometimes transmit salmonella. سواء للهومن نفسه مباشرة أو للهومن ايه فود. مهم جدا معنى السلمونيلا ان انت تعرف ان في significant proportion النهاردة حوالي من 15 to 37 percent of salmonella is from food animals. خصوصا للشيكن والتيركي والصوين والكاتل. now show resistance to multiple antibiotics. يعني drug resistance salmonella. ودي مشكلة كبيرة جدا عاملها السلمونيلا في العالم ايه كل. السلمونيلا في الميت بقى خصوصا وهي احد اه اه الفود ايه الفود ايه الفود ايه او احد المنتجات من الفود ايه السلمونيلا دايما بتبقى موجودة جنرالي كولونايز فين? كولونايز فيه? ايه? الرجانرالي كولونايز في ايه? في ال ج اي ت قولونايز في ال ج اي ت اي ت وفي اي کولونايز profitability للانسان ازاي او بتوصل ازاي للفود اصلا للفود او بتوصل للفود ازاي اساسا فبنجي يعني دايما موجودة في الجي اي تي ويبقى في احتياطات تتعامل كتير او ميني براكتسز ميني بريفينتف ميشارز انفرسد وتطبق في المجزر ولكن مع ذلك بتوصل السلمونيلا للايه للميت من خلال ايه من خلال الهايد او من خلال الجي اي تي ماتيريال زي نفسها اللي هي بتعمل كنتاميناشن للكاركاس ايه للكاركاس سيرفس ده اول طريق يبقى اول طريق للكنتاميناشن للميت بيبقى من خلال الهايدز اند اور ماتيريال زي فرون جي اي تي بس لا ممكن من خلال ايضا الليمف نوتز خصوصا في الكاتل وممكن من خلال البون بتاع التشيكن والاثنين دول سواء الليمف نوتز او البون في التشيكن سمتايمز بي انكلودد في الميت اند ايه اند بولتري برودكس اذا انا عندي يحدث من في المجزر أو من أو من في لما نجي بقى نتكلم عن في البوفين خصيصا وهو كلامنا في المحاضرة النهاردة على في البوفين فنجد ان السلمونيلا عموما بتحدث في كل الانيمالز والهيومن في الانيمالز بنجد ان السلمونيلا بتتميز بايه يعني لا اما السلمونيلا لاقيها موجودة في صورة بيراكيوت سيبتسيميا او لقاها في صورة اكيوت انترايتس او لقاها في صورة كورونيك انترايتس او ممكن تبقى ساب كلينيكل كارييرز والكارييرز عندي نوعين وهنعرفهم كمان شويه بنجد ان عندي طبعا ايه او تحدث في صورة ساب كلينيكل ايه ساب كلينيكل كارييرز هل هذا الكلام بيحدث في كل حيوان وكل الحيوانات لا دايما بيبقى في حيوانات معرضة اكتر مورثة سيبتابول اللي هم زي الـ young, old, debilitated, stressed دول greater risk تمام في عندي أنواع كتير من السلمونيلا سيروتيبز كتير قوي وصلت لها 2600 2,600 سلمونيلا سيروتيبز has been identified وكلهم pathogenic potential أشهر الأنواع بقى most frequent identified serotypes عندي لهذا الدزيز في الكاتل خصيصا سلمونيلا typhemerium سلمونيلا Dublin سلمونيلا انتريتيديز ودي مهمة جدا كفوت بويزنينج مايكرو أرجنزم من نسبة للهيومن سلمونيلا كوليراسيوز في البيج سلمونيلا مونستر سلمونيلا نيوبورت طيب هذه السلمونيولوزيس لابد لها من تؤهل وتوظف وتوظف هذه ان هي تسهل من حدوث السلمونيلا زي إيه في الحياة الاستريس في الحياة عموما والاستريس في الحياة ممكن يجي نتيجة إيه الامراض اللي تتدخل مع بعضها يجي مرضين مع بعض في نفس الوقت أيضا حالة الكافين كومبليكيشنز عموما أثناء الولادة التاع الحيوان يحدث حاجة اسمها كافين كومبليكيشنز زي الأبورشن الاريترميليشن أو بريجنز لأي سبب من الأسباب الريتين دي بلاسينتا الاندومتريتس البوست بارتورانت ميتابوليك كونديشنز بوست بارتورانت ميتابوليك إيه كونديشنز كل دي بريدوس بوزنج فاكتورز تسهل من حدوث السلمونيلا طيب بالنسبة للتنسميشة بتاع السلمونيلا في الحيوانات بيحدث تنسميشة في السلمونيلا ازاي؟ عن طريق كونتامينيتد فيد الكنتامينيشة بتاع الفيد في الأنمال يحدث بإيه؟ ممكن يحدث بالفيسز أوف انفكتد أنيمال وممكن يحدث نتيجة الدرينكينج ووتر من ستاجننت إيه؟ ستاجننت مونز برك فيها مستنقعات وبرك الماء اللي فيها مليانة سلمونيلا مثلا ممكن عن طريق الكاريير آنمالز ممكن عن طريق الكاريير إيه؟ آنمالز والكاريير آنمالز عندي نوعين لإما يكون كاريير اكتف يعني فيه أعراض سلمونيلا والسلمونيلا موجودة فيه وفي الحالة دي بيعمل شيدنج للسلمونيلا بدون أي سترس عليه هو لإنه أصلا فيه المرض عنده الدزيز وبالتالي بيعمل شيدنج طبيعي جدا بدون أي سترس فاكتورز عليه تمام؟ أو يكون لاتنت كاريير لازم يتم حدوثه على الحيوان عشان يعمل شايدنج للسلمونيل أيضا في الحيوانات بقى ليه مش في مزارع وكده عن طريق الكنتاميناتد فيد ستافس بإيه بإمبروبل استراليزد أنمال باي برودكت زي إيه زي البوم ميل زي الميت ميل زي الفيش ميل الحاجات دي كلها إمبروبل استراليزد ممكن تحوي على الإيه على السلمونيل أيضا الناس اللي هم العمال اللي هم مش اوفيشيال اللي هم يعني جايين كده بيجوا يوم ويمشوا حاجات زي كده مش سابتين infected closing utensils transportation tracks الbeards عموما ممكن ترانزميتل ايه الدزيز للفارما أيضا أما في الهيومن فالهيومن انفكشن تحدث عن طريق الكنتاميناتد كنتاميناتد ايه بقى water contaminated raw milk contaminated meat ممكن يحدث الانسان عن طريق ايه الاشياء دي بنجد ان في الانسان لما نجي نقارن بالبوفاين هنلاقي ان البيج والبولتري اخطر على الانسان من البوفاين يبقى البيج والبولتري more significant source of infection للهيومن عن الايه عن البوفاين طيب هذا الدزيز لو anti-mortem finding وبost-mortem find لما نجي نتكلم عن anti-mortem finding بيحدث في الثلاث سورة اللي احنا قلناه بير اكيوت اكيوت كورونيك طيب بالنسبة للبر اكيوت سبتسيميك فورم البر اكيوت سبتسيميك فورم ممكن بيحدث بيحدث most frequently في الكوليسترام deficient animes حوالا ما اخدش كوليسترام كفاية لغاية اربع شهور من الage تلاقي increase the temperature من 40 degrees الى 41 and 5 and a half degrees الاقي depression الاقي diarrhea dehydration death بيحدث خلال 24-48 ساعة 24-48 hours تمام ده اللي هو الايه البر اكيوت سبتسيميك فورم هذا الدزيز لما ايبقى فيه ضيارية خلال اربع ساعة او بردزميت لي فور ويكس افتر انسة اوف ضيارية ممكن للاقي بولي الفرايتس مينجيو انسفاليتس وممكن للاقي نيكروزيس في الدستال لم والتيل والاير النكروزيس في الدستال لم بتحدث ازاي تلاقي زي ما انت شايف كده لما فتحوا في الجوينت لقوا هذا المنظر نيكروزيس في الايه في الدستال ايه في الجوينت نفسها تلاقي افكتت كاف شوين دستال لم نكروزيس لقي مش قادر يوقف او نايم على الارض خالص تمام ده انت مرتن بالنسبة للبر اكيوت ايه البر اكيوت سبتسيميك فورم ممكن الاقي ايضا من ضمن الاشكال اللي هي بتصيب لقي السلمونيلا دابلين عامل انفكشن للفرتبري بتاع منطقة النك فعمل ايه عامل ويكنيس في كل الفورليكز دي دايما تظهر في الايه وتؤدي هذا اليه الى ريكمبنس يوفز انايمان ده دايما من شهرين لاربع شهور من الايه من العمر بالنسبة للعبور بيحدث دي سلمونيلا دابلين هي اللي عامل هذا الايه هذا اللي يجب ده في الحالة البر اكيوت اما في الاكيوت انترايتس في الاكيوت فورم كومن فورم دايما بيبقى في الادلت ايه في الادلت كاتل في الليت بريجنانسي او الارلي بوست بارتا الايه اللي بوست ايه برضا الايه من اربعين لواحد واربعين الايه دي بريجنان دولوسو في ابيتايت الاقي ووتري وفاول اسميل دايريه وطبعا بتؤدي اليه الى دهيدريشن وبالتالي تؤدي اليه المصيش وبالتالي ممكن يحدث في الحالة اللي هو بينتج لابا الايه وممكن الايه حالات ايه ابورشن في الابورشن الاقي ايه الاقي مثلا اه حاجة زي كده مثلا نير فول تير مكاف ابورت نتيجة السلمونيل الاقي ايه اما افتح في جواه الاقي نالي سبيسيفيك هيموليج مع مع انفيزيميتس ارياز مغطية ايه مغطية الليفر انديكات ايه اوتوليسيز انديكات ايه اوتوليسيز دا ابورش ممكن يحدث ديس ايضا في هذا الايه في هذه الالمانز اما الكورونيك انتي مورتم انسبكشن طبعا بيزبقها الاكيوت انتيريك ايه انتيريك فورب وبالتالي الكورونيك بيبقى فيها ايه فيرزر امسييشن فيرزر ايه فيرزر امسييشن يعني نحافة اكتر من ايه من حالة الاكيوت بيسموها ايه بور ديور سندروم بور ديور سندروم البور ديور سندروم اللي هو ايه اكسيسيف امسييشن وممكن الاقي ضيارية ولاقي في ديهايدريشن تمام وبلاقي فلاكتويتنج ايه فيفر حوالي ايه سيرتي فايف اندهاب تو فورتي ديجريز ده في الايه في الكورونيك ايه انتيرييز كل ده بنتكلم على ايه على الانتي مورتم ايه انسبكشن اما البوست مورتم فايندينج برضو بشوفها في التلات ايه تلات حالات بتوعها والتلات صور ان انا ممكن الاقي سيبتيسيميك فور اللي هي اللي بير اكيوت وهنا السلمونيلا سبيشيز كان كوز وايد رينج اوف كلينيكال ساينز انكاتل انكلودينج ايه انكلودينج السيبتيسيميك الاقي ايه الاعراض ممكن الاقي مفيش اعراض الاقي ابسنس اوف جروس ليجون في الانمز وممكن الاقي ايضا ايه الاقي ساب ميوكوزل اند ساب سيروزل هيموليج ودي الحالة من الحالات اللي هي بتبين لي ازاي السيبتيسيميك فورمي بيحدث فنلاقي مثلا هنا في الايه في السنومونيتستين م zadir Allegro kits RosenbladesOS sur ark83 غير اوسام وزماركار ديفيوز بتي كي هنا البلاثر تلاقي فيها الميوكوزوي م batter 4 في ماركارد ديفيوز بتي كي هنا ليفر مثلا 50 Dyart height increase فلوية مع اورنجج اق pier tribunal هنا الاقي الجول بلاثر في الول بتاعوا Truck parade yolride dig perm ise bass neces suchingers في الول هنا الاقي في حالة الي hi هنا هنا الاقي السلوسيكافيتي وال lung وهد نصف مدرت هيدرو سوركس مع ام 1080 ماشي ماشي دي سكرت مالتيفوكل اي كوموسي terrain في البريوزيس 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 في البريوزي في الفينال بورشن اوف زاكوديل ايه اوف زاكودا لوب تمام دي دي مسال واضح جدا لحالة سبت سيميا نتيجة السلمونيلا طيب السلمونيلا انفيكشن كومن لي قابير على في شكل GITA جي اي تي اي شيس ولكن ممكن ايضا تظهر في صورة في صورة اخرى زي ما انت شايف كده الحالة دي حالة سلمونيلا دابلن فيها ايه Respiratory illness في الكاف تمام؟ يبقى فيه Respiratory معالك ولسا احنا شايفين ال Long ولسا شايفين الأثار بتاعت ال Long في الصور السابقة اهي فيه Flung في Affections فممكن يبقى فيه ومعها ايه؟ ومعها Respiratory illness طيب ده فين؟ ده BM فين؟ في ال FR acute أو حالات سبتيسيميا طب لو حالة acute enteritis ممكن ألاقي ايه؟ ممكن ألاقي ميوكو enteritis to diffuse hemorrhagic enteritis زي ما انت شايف في الصور وممكن ألاقي إيه ثاني؟ ألاقي severe necrotic arthritis في الإيليم مثلا والlarge intestine والlarge إيه والlarge intestine بتسببها السلمونيلا typhymurium زي الصورة كده هنا سلمونيلا typhymurium في البك في intestinal tract ألاقي button ulcers لما انت شايف في الليفت وهنا في الرأي تلاقي إيه؟ ألاقي pseudo membranes مغطية برضو إيه؟ مغطية الانتستين من الداخل ممكن ألاقي حالات أبوميزم إيه؟ أبوميزم إيه؟ أبوميزايتس ممكن بتسببها السلمونيلا إيه؟ دبلين وممكن ألاقي الغاز philde الغاز philde عند انفلليند سمول انتستين الجولب لادر ممكن ألاقي سكند انفليند اور جولب لادرول في الأكيوت إنتراكي طبول region كما شاهدنا في البلد اكيوت برضو ألاقي عندي مثلا fati change في اللikel بل ممكن ألاقي enlarged liver وممكن ألاقي enlarged liver ومعه فاتي ايه فاتي change ايضا ممكن ألاقي sub-series وابيكارديل هيموريج زي ما انت شايفه هذا الهارتون في ابيكارديل هيموريج يعني هيموريج في منطقة الابيكارديا ماشي مع sub-series ايه؟ sub-series ايه؟ هيموريج طيب ممكن ايضا الاقي enlarged مع اوديميتاس مع هيموراجيك لينفنوت ادي انلاجي ممكن ألاقي ايضا ايضا زي ما احنا شايفين هباته ايه؟ هباته ميجالي زي ما احنا شايفين وممكن ألاقي جندس ايضا في هذه الحالات والصورتين دول مسببهم استلمونيلا ايه؟ دابلن في الديري ايه؟ في الديري كافز ايضا نعرف بقى الصورتين اللي فاتوا سبتسيميك والأكيوت فورمز بلاقي استلمونيلا موجودة في البلد وفي الليفر والبيل والاسبلين والميزين تلكلينفنوت وكمان ممكن تبقى موجودة في الانتصين الايه؟ تراك فمثلا تلاقي في الصورة ايه؟ هلاقي enlarged liver بتلاقي orange with rounded edges في rounded edges اه؟ مع ايه؟ مع orange color هلاقي في هنا في مثلا في البي الاقي ايه؟ هلاقي opening في الجول بلادر ودي نرفيل ايه؟ 대해 cromious تعني في سية يعنا ايهYE بنفسية غرونية يعني يعني كلوتس او بلاد او او فيسكس بلاد ممكن ايه بهذا شوق بيسموه ايه؟ ياكبروم dir جدا فيها إيه فيها فوكلي إكستنسيف أريا أو ألسرائشن شوف الألسرائشن عامل إزاي إكستنسيف ألسرائشن موجود ده إيه ممكن أشوفه في السبتسيميك وشوفه في الأكيوت فورم أوفزا ديزيز أيضا في الأكيوت وال السبتسيميك والأكيوت ممكن أشوف أن المزينتر كليم فنود ألاقها سيفير انلارج وإوديميتاس في الكاتسكشن زي ما انت شاف كده ممكن ألاقي في اللنج مثلا هنا non-collapsed يعني هنا non-collapsed non-collapsed يعني الهوى لسه موجود جواه لأن collapsed يعني الهوى خرج منها دخل فيها حاجات تانية لأيما خرج منها أو دخل معها في الليويت وبلاقي non-collapsed وred وrobbery تيكشور إيه تيكشوري في اللنج ألاقي أيضا الكرانيو فينترال areas of lung and in ventral portion of coda loops بلاقي multifocal areas of consolidation يبقى أنا عندي هنا ايه في بعض المناطف فيها consolidation هنا على الأطراف بس هي موجودة في هنا ايه تسلب يعني ممكن يبقى خرج منها الهوى وحل محله بقى حاجات أخرى في الكاتسكشن بلاقي فيه interlubular ödema اهي واضحة جدا وعمت وعملة وعملة interlubular septum في الاليام مثلا ألاقي ايه في الاليام ألاقي market wall thickening market wall ايه اهو market wall ايه thickening ولقي focal areas of rupture لما بنكبر بلاقي market ايه market wall thickening هوا ومعا ايه مناطق من focal areas of rupture بيبينها هذا الايه هذا السهم هذا الايه هذا السهم طي اما في الكورونيك انترايتس بقى بنجد ان الكورونيك فورم دايما او الكورونيك انترايتس دايما ريليتد للانتستي فالبكتيريا بريزنت في الانتستين ليجون مينلي ماجي وليس في ريكوانت في الايه في الاثر ايه فيسر معاين ممكن اشوف الفسر برضو زي مثلا ايه اهلاقي هنا مثلا اهه كاف هنا مثلا فيه ديارية هي يلو ديارية اهلاقي الليفر ممكن يكون ايه enlarged برضو rounded edges الاقي light orange discoloration light orange discoloration اللونج تلاقي multi focal red ten areas of atelictasis atelictasis يعني ايه يعني عكس ان ما فيش كل لابس ان فيه collapsing بحصل collapsing يعني ايه يعني الهوى خرج من الالفيولاي ودخل مكانها مثلا في الوود فعمل لهذه المناطق اذا انت شاهد كده بقى اتفاعلون ايه هذا البقع دي بيسموها ايه بيسموها atelictasis اللي هي red ten areas ايه خرج الهوى وحل محله على اشياء اخرى فالسمو الانتستن اللي هو بيميز اصلا elchronic enteritis هلاقي ايه فيبرينو في السي مثلا هلاقي فيبرينو ايه فيبرينو نيكرويتك كونتينس كفرينج الميكوز هلاقي مثلا في الدي هنا هلاقي ايه هلاقي mild thickening هلاقي red discoloration red discoloration واضحة هو ولا ايه multifocal ulcers multifocal ايه ulcers موجودة multifocal ulcers موجودة ايه ايه موجودة واخدة هلاقي عندي في الـ fibrin cast شايف الفibrin cast ده مالي الـ في الانتستين اللومن ممكن هلاقي في الانتستين اللومن ايضا multifocal dark red areas multifocal ايه dark red areas مع button ايه مع button alcest في الميكوز button ايه button alcest زيان مع ايه مع dark red areas يبقى في dark red areas مالية الميكوزة ومعها ايه button ايه button alcest هشوف ايه تاني في الكورونيك انترايتس هلاقي areas of necrosis في الول of cicha and the colon ممكن اللاقي swollen مزنتر كليمفنود زي ما شفناها من شوية وممكن اللاقي ايه swollen ايه swollen مزنتر كليمفنود وسوال ايه swollen ممكن نلاقي حالات ايه كورونيك نيمونيا زي ما نشوفها في الايه كورونيك نيمونيا تحدث ازاي هنا حالة كورونيك نيمونيا بدون ما يكون موجود انتستاين الليجون. السلمونيلا ممكن ان هي تعمل في الكاتل اشوف الكورونيك لومونيا ازاي. انا اراق هيدروسوركس مثلا موجود مع أسايتس. اهو. شايف النجوم دي بتبين الأسايتس وببين الهايدروسوركس. بتبين الهايدروسوركس هو وببين الأسايتس هنا. تمام؟ بلاق والانلرجد ليفر. والانلرجد ليفر بيبقى فيه امبريشن اف ريبس واضحة عليه هيا. نتيجة النوع فضغط عليه ضغط علىュرس. فظهرت الـ fraterね َ بتاع اليه على بتاعه. الاقي للمسل ايه تمام؟ kalau اخدا لون واخدا لون ايه ؟ واخدا لون ايه categories. واخدا لون اوارنج. لون ايه เอغو. تمام؟ الاقي مثل على سبيل النسال هنا. كوليكس بوركولبسد يعني ايه الهوى خرج منها بقى. حصل لها Collapsing. Collapsing. ماشي Collapsing. وبتبقى Surface بتاعها بيبقى Smooth bright and red surface وماركت امبريشن للربس عليه. ماركت امبريشن للربس ايه? عليه. ألاق ايضا في البي هنا enlargement في الاسبلين. اهو enlargement فيهن? في الاسبلين. Rounded borders مع slight capsular tension. هنا ألاق في C. ها? ألاق Lung not collapsed. يبقى هنا Lung collapsed لكن هنا not collapsed. هنا مليانة بالهوى. لكن هنا not collapsed. هنا not collapsed. لكن هنا ايه? Collapsed. مفيش فهوى. هنا ولذلك بتلمع هي. شايف? Lung not collapsed. Lung not collapsed. Red and bright. Lung not collapsed. نفسها بتبقى smooth. لكنها فيها red and bright. ايه? coloration. Lung هنا بقى لما بتفتح جواها بيقى Lung cut surface بلاقي ماركت انتر لوبولار سبتة. طبعا هذا الماركت انتر لوبولار سبتة جاي نتيجة ايه؟ نتيجة الترانسلويسنت ايه؟ جيلاتينس اكزيديت او الاودينة. تمام؟ دي كورونيك ايه؟ نيمونيا. ايضا ممكن نلاقي في البيجة مثلا الاقي دائرية مع ايماسياشن. ممكن تسببها لسلمونيلا تايفي ميوريام. ممكن نلاقي هنا انتستاينال سلمونيولوزيس. ألاقي اوديميتاس انتستاينال وال مع سيك اكيوموليشن لالفايبرين سيك اكيوموليشن للايه؟ لالفايبرين مع نيكروتك ديبريس ألونج الميكوزال ايه؟ سيرفس. ألاقي بعضه زي ما شفنا الصورة دي قبل كده ألاقي باتون ألسلز وسودو ميمبرينز بتسببها تايفي ميوريام ممكن نلاقي بيربل سكن ديسكالاريشن مع نيمونيا ورابد ايه؟ ورابد ديس أسوشيتد مع ايه؟ مع هوست أدابتد سيستيميك انفكشن بتسببها كوليستيريديام كولاري سيويز نيكروتك فكاي في الليفر ممكن نلاقي بعضه في السلمونيولوز في سلبج اللايه نيكروتك فكاي على الليفر طيب الجارج من تبتاعي على كل حالات السلمونيولوز لو حالة سلمونوز عرفت انها حالة السلمونوز total domination طيب الـDifferential Diagnosis في حالة الأكيوت ديارية في الكافز ممكنًا دي звير دياجنوز دي مع ايه؟ مع كل الأمراض اللي بتسبب ديارية زي مين؟ روتافيروس كورونا فيروس كريبتوز بوريديوز ايكولاي ايضا الأكيوت ديارية في الكافز ممكن دي فرينشال دياجنوز ما حالات السيتسيميا حالات الدياتيك جاسترينتيرايتس كوكسيديوزيس كوليستيريديان بلفرينجينز طيب C انتيروتوكسيميا تمام؟ أما حالات الأكيوت ديارية في الأدلت كاتل ممكن تكون ديفرينشال دياجنوز دمعامين مع بوفاين فيرال ديارية كوكسيديوزيس حالات الأسيدوزيس أو الجرين أوفرلون حالات الجسترو انتستاينال برازاتيزم الوينتر ديزينتري حالات الأرزينيك اندليت بوزنينج حالات البراكن فورن بويزنينج اللي هو التسامن بالسرخص انتستاينال اوبستركشن حالات انتستاينال ايه؟ اوبستركشنز أيضا حالات بقى الكورونيك ديارية أو في أدلت كاتل ممكن ديفرينشال دياجنوز دي مع ايه؟ مع اليونز ديزيز مع الكابر ديفيشنسي مع الجسترو انتستاينال برازاتيزم وبكده يبقى خلصنا المحاضرة بتاعتنا ودي يعني أول لقاء لنا في السلمونيولوزيس وهيبقى لنا لقاءات اخرى مع السلمونيولا من وجهة نظر المايكروبيولوجيا الاغذية في محاضرات قادمة ان شاء الله وممكن برضو نقابلها ايضا في الـ ونتكلم فيها بشيء من وجهة نظر برضو البولتري شكرا جزيلا على حسن الانصوات ونتقابلكم ان شاء الله في محاضرة قادمة وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لاتصلكم كل المحاضرات بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله